السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني واخواتي من الجديد. في هذه الحلقة ان شاء الله تعالى سنتطرق الى ادات online tool والتي تجدونها على يمين البرنامج في قسم الادوات. اذا لم تجدها هنا نذهب فقط الانتهاب الى خيار window بعد ذلك نقوم باختيار online tool كما تشاهد ما الان او بالتقط على shift F7. هنا فقط نقوم باعداد اربعة اشكال مختلفة الالوان كما تشاهد ما الان وهي مباثرة. بعد ذلك نقوم فقط باختيارها كاملة ثم نذهب الى اداة online tool. ثم بعد ذلك نختار هل نريد هذه الاشكال ان تكون على مثلا على اليسار دفعة واحدة فقط نقوم بالتقط على هذا الخيار كما تشاهد ما الان فقد اصبحت الاشكال على اليسار. اذا اردناها هذه الاشكال ان تكون عمودية وفي صف واحد فقط نقوم بالتقط على center كما تشاهد ما الان ها هي. وايضا يمكننا جعلها تكون متجهة الى اليمين فقط نقوم بالتقط على هذا الخيار. اذا اردناها ايضا ان تكون في صف واحد وايضا ان تكون مرتبة بمسافة معينة. قم فقط بالتقط هنا كما تشاهد معي الان اصبحت الاشكال في صف واحد وعمودية وايضا بنفس المسافة الموجودة بين كل الشكل كما تشاهد معي الان. ما تشاهد معي الان. وايضا اذا اردنا هذه الاشكال ان تكون في شكل عمدي فقط نقوم بجعلها تكون في هذا المستوى افقي وايضا يمكننا نفس الخيار فقط بالتقط على هذا الخيار بشيء المعني وايضا ضبط المسافة بين كل الشكل بحيث تكون متساوية فيما بينها. راحل معي الان. ها هي الاشكال تساوية فيما بينها. الى هنا ينتهي شرحنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.